أو النقاش حتى فيها يعني طبعا وللأسف الشديد طبعا وهذا الأمر يتأسف للإنسان والله جدا 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 أن نجد أن من يرى في الحل هو نقولها بالعامية بتاع نحن هو مسح نسهية والقضاع لها وهذا أمر يثار في العديد من الجلسات الاجتماعية اللي نحن ممكن نسمعه فيها هذه معقولة أن نحن يكون كلامنا واتجاهنا في أن نحن نبقى نقضى على أهم شيء وأهم عنصر في عملية بناء المستقبل فيه فيه إنسان عاقل يقول أن نحن مفروض نقضى على الشريحة هي باش نتخلص منها وتبدأ المساحة مفتوحة لنا في البناء شوف هو لو الطرف الثاني اسمع هذا الكلام شو رح يكون شاء الله مسد أنه ما فيش يعني اهتمام بي أو نصيحة مسد يسمع الكلام اللي صح فيه كأنه فيه أعناد وتحدي في الموضوع خاصة أنك تتحدى شاب يعني وهذا مواء ممكن تواه وهذا واقع معاش يعني أصبح فيه حقد ما بين المكون المجتمع ما بين المكون هو أصبح هو يحقد عليه ممكن حتى لما فيه يتلقوا في مكان معين فرد عليهم أنهما يكونوا متواجهين من الطرفين حتى المعاملة تشوف فيها أنهي فيها عنف المعاملة فيها عنف من الطرف وفيها عنف من الطرف طبعا هي نقول لك باش نكونوا واضحين هي كائن لعديد من الوسائل الإعلام للأسف شديد كان عندها دور في صناعة هذا الفكر ترجمة نانسي قنقر